في أبو عبد الله سأل سؤالين في سؤاله الأول يقول هذه الأيام في ناس يسافرون وكذا يلبسون منطلونات ولما يذهبون إلى الحمامات يتبولون وهم واقفين يقول ما حكم ذلك أبو عبد الله بارك الله فيك هذه مسألة معروفة عند أهل العلم وهي مسألة حكم التبول واقفا بالنسبة للذكور هل يجوز أم لا من أهل العلم من ذهب إلى منع التبول واقفا مطلقا ويستدل لذلك بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا فقد كذب ومعنى كذب يعني أخطأ في لغة أهل الحجاز وهناك من أهل العلم من يذهب إلى جواز تبول الذكر واقفا مطلقا ويستدل لذلك بحديث حذيفة بن اليمان أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى صباطة قوم يعني مجمع نفايات في الصحراء أتى صباطة قوم فبال واقفا صلى الله عليه وسلم وهناك من أهل العلم انتوسط وذهب إلى أن التبول يكون جالسا يعني بالنسبة لمن أراد أن التبول يكون قاعدا لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء الحاجة وأما إذا احتاج إلى التبول واقفا قالوا يجوز لمرض مثلا بعض الناس قد يكون عند مشاكل في الركبة حتى ذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لديه مشكلة في باطن ركبته من الخلف ما استطاع يجلس لقضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم فقالوا بأنه يجوز للحاجة ويكره لغير الحاجة يكره لغير الحاجة فإذا جاز للحاجة لا بد أيضا من قيود وشروط منها أن يأمن من ارتداد البول عليه فالبول نجس بالإجماع ولذلك إذا أمن الذي احتاج إلى البول واقفا من ارتداد البول جاز ذلك الشرط الثاني أن يأمن من عدم رؤية عورته فإذا أمن من عدم رؤية عورته مع أمنه من ارتداد رشاش البول على بدنه أو ثيابه قالوا يجوز هذا للحاجة لكن السؤال الآن قضية الذكرها أبو عبد الله يقول يعني بعض الناس يلبس البنطلون ويذهب فيتبول واقفا طيب لماذا والحمامات ولله الحمد أغلبها فيها مقاعد فيها مقاعد يعني مقاعد لقضاء الحاجة فلذلك يا أبو عبد الله بارك الله فيك الأصل أن الإنسان يتبول قاعدا ولا يتبول واقفا إلا إذا احتاجه إلى ذلك كما ذكرت وهو جمع بين الأحاديث لأن عائشة رضي الله عنها لما نفت أن النبي عليه الصلاة والسلام بال قائم نفت حسب علمها ما كان يبول في البيت قائم فدل على أنه كان دائما يقضي حاجته وقال حذيفة بن اليمان ذكر حالة ما اطلعت عليها عائشة رضي الله عنه وأنه كان يتبول واقفا لكن هذا ليست له عادة ما كانت له عادة عليه الصلاة والسلام إنما رواها حذيفة رضي الله عنه في حالة واحدة فدل على أن الحاجة إذا كانت موجودة عند الشخص يجوز بالشروط التي ذكرت بارك الله فيك